السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما كنا نتكلم عن أكثر المواقع المهددة من الزكاية الصناعية كان الناس كثيرا تتكلم عن شهدر ستوك لماذا؟ لأن هذا المواقع معتمد على أن يكون هناك سوق للصور ويستطيع تشتريه بجودة عالية وحتى لو تستطيع على جوجل مثلا على أي شيء بيبدأ يطلع لك الصور الموجودة في شهدر ستوك لأنها جودة عالية فكان هذا مهدد لأن المتجورني ينفس بشكل كوي فهو الموقع عمل إيه؟ أضاف الـ AI للموقع فأصبح فيه updated ما موقفش في مكانه ما قالش لأنا أفضل أشغال زي ملع والناس كلها بدأت تدور على بداية لأ قالت أنت تدور على بديد تتعالي عني عمل لك هنا ده صفحة بتاعته تقدر تعمل generate من خلال الـ AI image generate تكتب وصف فتبدأ تظهر لك الصور فبدأ يحتفظ بالجموع بتاعه أنا أكثر مرة كنت تبدأ دور على صور خاصة بالقهوة وكده فالموقع ده كان بيطلع ليه؟ فنجرد كده نقول له مثلا هنزيني كوفي وأقول له generate تقدر تحدد style معين أقول له اعمل login لكن هناك صور كتيرة ظهرت تعمل موجودة ده معمولة من قبل كده فبدأ يكون لصورة جديدة بش موجودة أصلا عنده في قاعدة البيانات سورة فاصة بيه يعني ممكن نقول ده هات لكن تقدر ان انت تحط بعض الكلمات الأكثر في البرون بحيث ان تجيلك الصورة اللي انت عايزة مثلا فهذه الفكرة ان انت تطور نفسك وتطور موقع بتاعك وتطور الشور بتاعك بحيث تقدر ان انت تعمل منافسة قوية ما تخذش من ذكاء الصناعي بلعكس وممكن يفيدك وممكن يدوسنا لو احنا ما قدناش ان واجبه وان احنا هنتضرب عليك طبعا الموقع في catalog للصور وتقدر بتعمل collection تقدر بتعمل upload download الصور اللي حد الشركة معي design create تقدر بتعمل صور مثلا اريد صور للinstagram اريد صور اريد صور اريد صور صور channel art صور اختار طبعا المخصور وستعدل فيه بحيث توصل للصورة اللي تريد ربية اريد صور فيه دروينج تعمل ابلود لصور من عندك تعمل سمارت ري سايز يمكنك كويسة جدا بتسهل عليك ان تعمل خدمات الصور اللي انت محتاجها بسهولة سديدة ممكن مثلا ترفع انت صور من عندك او اي صور او تعجبك هنا تمام مع هذا الهبل دوت تقدر تسحب وتحط وهو اطمتك يزبط لك الصورة زي ما تشايف مجرد بس تحطها هو يزبط لك ويعمل الهبلس للصور وبعد ما تخلص ما تعمل دوت كصورة BNG BNG يعني مفتوحة لك في بعض الامكانيات او بعض الامتادات ممكن يكون فيه لازم يكون عندك نسخة تماما تكون عمل افغرات ترجمة نانسي قنقر